اربع ابطال في كل حلقة احتياجاتك شخصية الظل القناع الشخصية الصادقة احتياجاتك المشروع اللي من حقك تلبيها شخصية الظل جزء في شخصيتك انت ما بتحبوش وبتحاول تخفيه وشايف انك لو عشت بالشخصية دي مش هتعرف تلبي احتياجاتك القناع عكس شخصية الظل وش بيتلبس شخصية بتتعامل بيها بتتصور انك انت تعرف تلبي بيها احتياجاتك القناع ده انت مش بتبقى على طبيعتك مش بتبقى شايف ربنا وانت بتتعامل بيبقى ظاهرك غير باطنك القناع ده عبء عليك واذى على اللي حواليك اما الشخصية الصادقة فيها نفسك الاصلية اللي تعرف لو تعاملت بيها تبقى صادق وتعرف تحقق احتياجاتك اللي من حقك تلبيها لو عشت بالشخصية الصادقة هتعيش مستريح انت واللي حواليك وتبقى صادق وتعيش صادق وتبعث مع الصديقين وده هدف البرنامج صاحب احتياج النهاردة وشخص يبحث عن القبول ويبحث عن الانتماء نفسه يبقى مع الناس لكنه بيترعب من الوحدة حبش يبقى وحيد ابدا وترسخ جواه كده من صغره ان الشخص اللي بيرفض طلبات الناس او الشخص اللي بيزعل من الاهانة الناس بتسيبه فبيبقى وحيد وبيقولوا عليه اناني فقال انا مش اناني انا متفاني ولبس قناع المتساهل كل حاجة عنده انا موافق عليها كل مساعدة هتطلب هقوم بيها اي حاجة هتزعلني مش هعبر عنها لاحسن لو عبرت يتقال علي ان انا انسان الاني وانسان متحجر واتساب لوحدي فليبس قناع المتساهل بيسموه علماء النفس داخل بيتعامل بدرع اسمه اللطف انا لطيف جدا بس وامش لطيف ومتساهل الشخص ده بيسموه العلماء البيبل بليزر اي الذي يسعى سعيا مرضيا لارضاء الناس خوفا من الوحدة والنبذ من طبع القناع ده هو انكار المعاناة او ثقل اي شيء مطلوب سيدنا ابو العالية راح يزور واحد صاحبه في البيت فبدأوا يجروا عشان يعملوا عزومة كبيرة فقال لهم اطعموني من طعامي اهل البيت ولا تتكلفوا انا ارضائي سهل ما تكلفوش نفسكم فوق الطاقة واحدة واحدة كل سهل كل الدنيا هادية خالص علشان ما يخليهمش يبذلوا فوق المطلوب الشخص المتساهل مش كده شخص المتساهل مستعد يعاني اقصى درجات المعاناة بس تبقى انت راضي عنه نفس لك اللي انت عايزه بس تبقى راضي عنه وما تسيبوش لوحده لانه بيخاف من الوحدة شخصية الظل لما قالوا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هنقرض عليك عرض تعبدوا اله نعام ونعبدوا اله كعام فنزل القرآن لا قل يا ايها الكافرون لا اعبدوا ما تعبدون مش مثلا يبقى فيه مرونة طب ونرضي الناس برضو عشان محدش يزعى منها ويمكن يؤمنوا برضو السنة الجاية ولا حاجة لا ده فوق المطلوب واللي يعمل كده يبقى بيسعى سعيا مرضيا لارضاء الناس ده لابس قناع المتساهل من طبع قناع المتساهل عدم الزعل اطلاقا من اي اهانة توجه لي لانه خايف يواجه لانه لو زعل هيتساب هو مش عايز يعيش لوحده لانه شخصية الظل اللي بيخاف منها الوحيد المطروك لانه اناني لا انا مش اناني انا متساهل في كل حاجة ويقول لك علماء النفس انه يخاف يختلف ويعبر عن الحاجات اللي وجعته لان الاختلاف بالنسباله معناه النبذ الاجتماعي ابعد عننا مدام انت بتزعل بتقفش بس هو تهان جامد قوي ولازم يعبر عن زعله لأ هو لابس قناع المتساهل اعملوا اللي انتو عايزونه بس خلوني معاكم حبش الوحدة في قاية في القرآن بخاف منها جدا ربك يقول فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائرة لحسن يقلبوا علينا فلو سمحتوا ارضوا عننا ربك يقول ما تعملش زي دول وخليك دايما عارف ان ارضاء الخلق بيد الخالق سبحانه وتعالى وقناع المتساهل اللي بيتلبس ده خوفا من الوحدة ممكن يخلي عندك بعض الاصدقاء المقربين اللي شايفينك انسان ساهل سنت بتعاني جدا بسبب القناع ده ترجمة نانسي قنقر